السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في درجة دين من دروس عليم البرامج الهندسية هذا الدرس يكون بعنوان طريقة حفظ إعدادات العمل مثل الوحدة، السلم والأبعاد إلى غير ذلك واستعمالها بشكل دائم دون تغييرها يدوين في كل مرة وهذا على برنامج الأوتوكاد كما يعلم الجميع أنه يمكننا التعديل على بعض الإعدادات الرئيسية مثل الوحدات ومقياس الرسم والأبعاد إلى غير ذلك لكن بمجرد غلق برنامج الأوتوكاد وفتحه من جديد فإنها ترجع إلى حالتها الافترافية لذلك نحن في هذا الدرس سنرى كيف نقوم بحل هذه الإشكالية المبسط كل ما علينا القيام به هو التعديل على القلب أو ما يعرف بـ التيم بليت بالنسبة لأن الطريقة التي أفضلها وإنشاء قلب خاص بي يعني أقوم بعمل نيو تيم بليت لعمل قلب جديد فقط نأتي إلى هنا إلى هذه الأيقونة الصغيرة أضغط عليها ستظهر لنا هذه النفذ لو تراحظون هنا جميع التيم بليت الموجودة على برنامج الأوتوكاد في الحالة الافتراضية أنا أأتي إلى هذا السهم الصغير الموجود على اليمين واختار الخيار الثاني يعني يمكنكم اختيار الامبيريون أو الميتريك نحن بالطبع سنعمل على الميتريك نختاره من هنا بعد ذلك سنقوم بالتعديل على بعض الخيار أبدأ بالوحدات أأتي إلى Format Units ومن هنا أختار المتر أبحث عن المتر ثم من هنا مثلا أختار رقمين وراء الفاصلة أوكي بعد ذلك أقوم بالتعديل على الصير الخاص بالأبعاد أقوم بإدخل أمر D Enter ثم أأتي إلى Modify مثلا فقط أقوم بالتغيير لون الكتاب أأتي إلى Text ومن هنا أختار Text Color أختار أي لون مثلا أختار هذا اللون أوكي أوكي Close أقوم بالتأكد مرة أخرى Dimension Linear أأتي إلى Dimension Linear مثلا من هنا إلى هنا وأقوم بسحبه إلى هنا هاك لاحظوا أن لون الكتابة أصبح بلون الأسرق Delete بعد ذلك أقوم بإضافة سلم جديد أأتي إلى Format ثم أختار من هنا Scale List ستظهرنا هذه النفذة من خلال هذه النفذة سنقوم بإضافة سلم مخصص بطبيعة الحال أن في دور السابقة قمت بشرح كيف نقوم بعمل سلم مخصص أو أثناء الطبع أتي إلى Add من هنا نقوم بعمل الكتابة التي ستظهر في السلم مثلا أقوم إدخال 1 على 50 مثلا أفتح الحظنة في حالتي مثلا أقوم بالعمل على المط أقوم بغطق هذه الحظنة من هنا أقوم بإدخال Paper Units كما ذكرت قمنا بشرحها بالتفصيل في دروس مسبقة بما أنني أعمل على المتر أقوم بإدخال القيمة ألف هنا ومن هنا مثلا السلم الذي سأعمل عليه هو 5 أضغط على OK الآن لو أقوم بتجربة بسيطة مثلا Load من هنا أختار أي طابعة مثلا Print to PDF أو Microsoft Print to PDF أقوم بإلغاء الفيتو بايبا وأتي له نصة تلاحظون هذا هو السلم الذي يقوم بإنشائه لو أختاره سيتم ملأ هاتين الخناتين بنفس القيمة التي قمنا بإدخال جميل الآن سأقوم بحفظ هذه الإعدادات لحفظ هذه الإعدادات نقوم بما يري أتي إلى Save As هنا ونأتي إلى الأسفل من هنا ونختار هذا الخيار Drawing Templates أو Templates أو يمكن كذلك الوصول لهذه الخاصية عن طريق الذهاب إلى هنا ونأتي إلى Save As ونختار هذا الخيار مباشر Drawing Templates أتي إلى الأسفل إلى هنا وقوم بحفظه تحت أي تسمية على سبيل المثال أتي إلى هنا وقوم بحفظه تحت اسم القناة هكذا مثلا هكذا مثلا وقوم بحفظه تحتاج إلى هنا وقوم بحفظه ستظهر لنا هذه القائمة نبحث عن التمبليت الذي قمنا بإنشائه أختاره من هنا الآن تم أفتحه نتأكد مرة أخرى من أن الإعدادات التي قمنا بحفظها موجودة أبدأ بالوحدات فورمات يونيت لاحظوا من هنا أن الوحدة هي المتر ومن هنا رقمين وراء الفاصل كذلك لو نذهب إلى السلم بلوت أختار أي طابعة مثلا Microsoft Print to PDF في To Paper أقوم بإلغاءها وأبحث عن السلم لاحظوا من هنا تم الاحتفاظ بالسلم الذي قمنا بإنشائه كذلك أتأكد من الأبعاد DI أو Dimension Linear ونقوم بعمل مثلا من هنا إلى هنا فأقوم بسحبه إلى الأحلى لاحظوا تم كذلك الاحتفاظ بالتعديل الذي قمنا بعمله وهو اللون الأزعى أقوم بعمل مثلا دروينج جديد أو رسمة جديدة ستار أتأكد مرة أخرى فورمات يونيت لاحظوا كذلك من هنا لدينا نسأل إعدادات التي قمنا بإنشائه لحذف هذا التمبليت الذي قمنا بإنشائه فقط نأتي إلى من هنا Open ونأتي إلى هذا التمبليت كليك يمين ديليت ياس الآن تم أحذفه أقوم بغلق هذه النفذة لو أأتي إلى Star أأتي إلى Star Drawing لو أأتي إلى Format يونيت لاحظوا أن الوحدة التماء يرجعها للحالة الافتراضية لبرمج ألطوكات وهي المليمتر كذلك لو نبحث عن السلم الذي قمنا بإنشائه مثلا أأتي إلى Plot أختار من هنا وأأتي أقوم بإغاءة فيتو بيبر أبسع عنه لن نجد السلم الذي قمنا بإنشائه كذلك لو أقوم بعمل من هنا إلى هنا لاحظوا تم إرجاع البعد إلى حالته الافتراضي باختصار هذا الدرس لتبخلوا علينا بدعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته